وبعد ما كتبتيها وجاهزتيها بالشكل ده هتبدأ تحطيها في قلب الكيس وتبدأي تروح تحرقيها على طول أو تتخلص منها بعيدا عن البيت بتخلصك من جميع مشاكل الحسد والسحر اللي موجود في قلب بيتك بتمنع كل المشاكل من قلب البيت والعكسات مهما كانت قوتها وكمان عايز أقولك إن بتدخل المال والرزق لبيتك من جديد تعالوا مع بعض نشوف يا إيه الورقة دي وإزايها تكتبيها سهلة وبسيطة جدا اعمليها ليك أو لأي حد متأذي من حسد أو سحر في قلب البيت أو بعيد عنك بجد والله العظيم هيدعيه لك تعالوا مع بعض نشوف يا إيه الكلمات اللي هنكتبها وإمتى وإزاي هنحرجها أو هنتخلص بمنها السلام عليكم معاكم بقناة روحانيات ست البيت اتنين تعالوا مع بعض النهاردة هجولكم طريقة سهلة وبسيطة هتعمليها في البيت لو عملتيها هتتخلص بيها من كل السحر والحسد للناس اللي بتسأل إزاي تخلص من أي سحر في البيت من غير ما أعمل كشف سواء تعمل الكشف ده بالمصحف أو عند أي حد متخصص علشان ما تدخليش في الموضوع ده أصلا وإنت في قلب بيتك كده تتخلص من كل المشاكل دي حتى لو المشاكل اللي عندك كانت قبول ووقفة في أمور معينة بتعاني منها وأي شيء طيب الطريقة دي أنا عايزة أقول لكم كده إيه سريعة يعني لو مجرد ما تعمليها يا مش هتحتاج مني غير يوم كده وانت بتجهزيها وتبدأ إيه تكتبي الكلمات دي وتنفزيها بنفس الطريقة اللي هقولك عليها ولكن أهم شيء في الموضوع ان تعمليها بالنية أو النية اللي انت عاوزها أو عاوز لها كذا يعني مثلا لو انت حابة شغل أو حابة ما ليدخل بيتك أو رزقها هتعمليها للنية دي أما لو حابة قبول في شيء معين في بالك حتى لو كان ده الشيء ده مش ممكن تقولي عليه لأي مخلوق فهتعمليه هتعملي النية دي على الأساس عارفين كمان حتى لو أي عين كده قوية دخل البيت لحد من عيالك أو لجوزك أو لأي حاجة عاملة مشاكل بينك وبين الشخص ده حتى لو كان شخص بعيد عنك مش موجود معك في نفس البيت هتلاقي المشاكل دي بتتحلو وتلقي الشخص ده اتصل بيك وما فيش أي شيء يعني بصي هتلاقي ان بعد الطريقة دي أي مشاكل جدامك أو موانع من شيء معين هتلقيها انفكت لوحدة زي ما يكون الأمور دي كان عليها أكفال وتفتحت لوحدة سبحان الله خلاص زي ما يكون عليها أكفال وتفتحت بعون الله طيب أول حاجة طبعا معنا المصحب بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ نفتحه على صورة الأنعام كلنا عارفين صورة الأنعام وكلنا أول ما بنبدأ قراءة أو ان احنا نبدأ نختم في القرآن من أول الصور اللي بنلاقيها بعد صورة البقرة وبعد الفاتحة وبعد كل الصور اللي في أول المصحف بتلاقي صورة الأنعام طيب صورة الأنعام دي من الصور اللي عايزة جلك انه قرائتها حتى لو هتقرائها لمدة شهر يعني على شهر على شهر احنا ممكن نختم القرآن كله على شهر لكن لو انت من الناس اللي مش بتقرأ جو يعني في القرآن إلا ما تيسر كل فترة وكل الكلام ده هاتي صورة الأنعام وقرائها على شهر كل يوم اقرأ منها ولو كم سطر ولو كم سطر هي مش كبيرة خالص يعني ولكن كل كلمة في كلمات صورة الأنعام وكل آية وكل سطر من صورة الأنعام سبحان الله لي مفعول في فك جميع الأكفال اللي موجودة في حياتك حتى لو انت حتى مش بتعرف تقرأ اسمعيها على كاسد أو على الموبايل أو على أي شيء المهم اسمعيها لو مش بتعرف تقرأ اسمعيها كاملة كل يوم اسمع شوية وادخلي كده في المعاني وادخلي في الكلمات بتاعتها ورد ديها ده للناس اللي ما بتعرفش تقرأ أما لو بتعرف تقرأ فافتح المصحف وهاتي صورة الأنعام وابدأ اعمل دي كده صورة الأنعام تمام؟ دي بداية صورة الأنعام هتجيب صورة الأنعام على الآية 25 شايفين الآية 25 كبيرة كده إيه؟ هتبدأ تقرأ الآية 25 26 27 التلات آيات دول اللي تحت بعض ممكن تقرأ الآية 25 فقط ولكن أنا حباك تقرأ الآية 3 آيات دول لأنهم بصوا ترتيب لبعضيهم خلاص؟ فتبدأ تقرأ الآية 25 26 27 وبعدها على طول بعد ما قرأتيها تمام؟ وكل كلمة في الكلمات بتاعتها أنت قرأتيها كده بهدوء مش قراءة سريعة بهدوء خلاص؟ بعد ما قرأتيها هتحطي أي حاجة يعني المهم أن أنت تكوني محتفظة بالصفحة تمام؟ فتبدأ إيه؟ تكفي للمصحف تكفي للمصحف بعد ما خلصت قرأتها ولو حسيتي لما قرأتيها أن أنت حابة تقرأيها تاني ما تتردديش اقرأيها تاني ورددي الثلاث آيات دول من سورة الأنعام 25 26 27 تاني 25 26 27 تاني اقرأيها تاني خلاص؟ فبعد ما قرأتيها وخلصتي هتكفي للمصحف وتبدأ إيه بقى؟ تمام؟ هتكفي للمصحف كويس؟ أنا بس خلاص كده تمام؟ هنبدأ نقرأ الآيات دي وتكفي للمصحف وتجيبي ورقة بيضة ما فيهاش أي كتابات أو أي شيء وتبدأ تكتب فيها اسم الشخص اللي أنت يعني اللي بينك وبينه مشاكل أو الشخص اللي بينك وبينه أو اللي حساه هو اللي حسدك أو الشخص أو ممكن يكونوا أشخاص يعني ممكن تحطي كم اسم حطي في الورقة دي أسماء الأشخاص اللي أنت حسى أنهم أزوكي أو أزوا حياتك أو أزوا بيتك أو أزوا ولادك خلاص؟ الشخص دا راجل أو ست أو كذا شخص انت حطى الاحتمال فيهم إنه هم يعني ممكن دا أو دا أو دا فهمين؟ فهتحطي بعد ما خلصت القراءة الأسماء الأشخاص دي هنا بعد ما خلصت على طول المصحف جنبك أهو وتبدأي تكتبيه بنفسك ما حدش أكتبلك طيب خلصت كده هتشيل الورقة على جنبه وتبدأي تفتحي المصحف تاني على صورة الأنعام تمام؟ خلاص كده على صورة الأنعام أنا هجيبها بس وتبدأي بعد كده هو تجيب صورة الأنعام وتبدأي فيها قراءة حابة تعمل زي ما قلتلك؟ لو أنت حابة تعمل زي ما قلتلك وتبدأي تحدد شهر معين أو أيام معينة كل يوم تقرأ فيها صورة الأنعام ماشي مش حابة خلاص اقرأي أول صفحة وآخر صفحة ختامة صورة الأنعام في نفس اللحظة اللي انت كتبت فيها الورقة وقبل ما تبدأي تنفذ يباجي الطريقة خلاص كده أول صفحة وآخر صفحة من صورة الأنعام اقرأيها الصفحة دي مثلا لحد الآية 8 وآخر صفحة من صورة الأنعام ما تقرأيها من أولها لحد آخرها الصفحة ايه؟ من غير تكرار خلاص؟ طيب وبعد كده هتجيبي الورقة اللي انت عينت فيها الأسماء دي طيب لو اللي أنا هكتب اسمهم هنا هو مثلا زوجي حشان فيه مشاكل أو فيه انفصال أو فيه أمور بيني وبينه فأنا هكتبها تمام؟ عايز أقول لك أنه كل المشاكل اللي بينك وبين الشخص اللي هتكتبها هنا هتنحل تمام؟ حتى لو كان ظلم يعني بصوا فيه ظلم واقع بينك وبين شخص يعني شخص ظلمك أو شخص أذاكي بطريقة معينة مش لازم تكون عملك سحر أو حسد ممكن طريقة تاني وانت حابة تعمل الطريقة دي هتكتب اسم الشخص أو الشخصين أو التلاتة أو إن شاء الله عشر أشخاص وبعد كده هتجيبي أي كيس بلاستك نظيف وتبدأ تحطي في جلبه الورقة دي وتربطي كويس وتبدأ تعمل منه يعني تبخيرة بالملح تجيبي ملح وتحطيه على النار زي ما وريتكم جبل كده في الفيديوهات اللي فاتت ترجعوا الفيديوهات وشوفوا إحنا بنعمل إزاي تبخيرة الملح بدون بخور وآخر ما تخلصي تبخيرة الملح احرج الورقة دي طيب مش حابة تحرجيها مش عاوزة تحرجيها خد الورقة دي لأي مكان بعيد من بيتك بس تأكدي إنه ما حدش هيفتحها وعشان كده قلتلك احرجيها في جلب البيت وعلشان كده قلتلك احرجي الورقة دي في جلب البيت علشان تتأكد إنها تحرجت ما حدش هيفتحها تاني أو ما حدش هيفتح المشاكل دي تاني بمعنى صح الكيس اللي احنا هنحطه فيها والورقة دي لما نحرقها كده احنا هنمنع خالص الموضوع ده وهنفكه بطريقة سهلة وبسيطة بأيدينا زي ما مثلا في بعض أنواع السحر بتتحط في جزازة معينة أو في أنينة معينة أو في أي حاجة بلاستيك حتى معينة وبتترمي بتجي بعد فترة بتلقي المشاكل التعادل تاني ليه؟ لأنه ممكن الجزازة دي أو الشيء ده حتى لو كان مرمي في مياه جارية بتلقي إنه حد بيفتحه أو تفتح بأي شكل من الأشكال فبتتعادل كرة تاني وكل المشاكل اللي حصلت تاني فأنتي بتحمي نفسك بالطريقة دي من كل ده فتتخلص من الورقة دي أن أنت تحرجيها على تبخيرة ملح لحد ما تتأكدي أن كل الورقة وكل الأسماء اللي فيها اختفت وكل الورقة تحرجت من أولها لآخرها نفذوا الطريقة دي بكل لحظة فراء وأي حاجة طبعا أنتوا من خلال كلامي مش فاهمينها اكتبوها لي في التعليقات بحاول على كد مقدر أن أنا أرد عليكم لكن لازم تتخلص الورقة دي في بيتك على تبخيرة من الملح تبخيرة الملح هي إيه؟ يعبارة عن ملح بحجم كبير جايبينه على أي حاجة وبنعمله تبخيرة على عين البتجاز أو عين الغاز وبيحصل به طقطقة وبنعديه في البيت كده هو بنعمله تبخيرة للبيت وبعدها على طول تبدأ تحرجي الورقة دي على الملح خلاص كده؟ يا رب بتكون الطريقة سهلة وبسيطة عليكم ما تبخلوش عنا بلايك للفيديو واشتراك للقناة سيبكن فرعية الله وحفظوا شوفكم فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانتظرونا في كل جديد